بشرى صر للعمال سيما منهم دوي الدخل المحدود زفها لقاء الثلاثية السادس عشر من نوعه والذي جمع المركزية النقابية بأرباب العمل بمعية الحكومة إسقاط المادة 87 مكرر من قانون العمل والتي تنص على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي والمنح والعلوات المدفوعة برسم تعويض النفقات التي يتحملها العامل إلغاء هذه المدة جاء في صلب قرارات الاجتماع نهو سنعود للمس هالأسن؛ لحصول الحمة من بعد تماماً لحصول تماماً عقل 27bس التي تتفيد مل聽ها، بحق نقاط عقلها الم Jessupاء في إطلاع المنقل التواصل من المعلومة، تجربة أي قاماً لأفعارة المعلومات وعلى بركة الله وعلى ذلك أعتقد أننا سوف نتعامل ونحن نتعامل المشكلة من طياتها أيضا إعادة تفعيل القرد الاستهلاكي وكذبعت الانتاج الوطني وتشجيعه فضلا عن تحيين العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو نقطة الهمة لنستخلصها من هذا اللقاء واللي لابد وضروري وأكيد وحتمي ولا رجعت فيه أن تنفذ في الميدان من طرف السلطة العمومية من طرف كل المعنيين الاقتصاديين الاجتماعيين وعلى هذا الطريق سنسير إن شاء الله قرارت هذا اللقاء الثاني في الموسم الواحد لقت استحسان الشركة الاجتماعي وكذب البطرونة Les ministres et le premier ministre qu'ont confirmé un peu cette bonne disposition à place l'entreprise au milieu du processus de décision économique Players attend Soitه إلا أنه يريد أنه قد نودعا هو خيارة أكفي الشعارات المتجاهة ويسمع الشعارات لأنه قد وضعت مجرد عملية أي شيء أهم شيئًا، ويسمون أعلم أن تعليم بأسة سلعارة، كما تكون في سوائة، أو في سوائة، أو في الموضوع، يشبهون بأنه عاماً كبيرًا داعيًا. نحن نستطيع الأمر، نعمل تدريب مرة أولاً فعله من التعليم من نجمع مرة أخرى من النجل. 187 بيس هذا يعني أننا الآن في عام 2015 يتعاملون من سلائر من بازة 18 مليون توصية الثلاثية ستكون لها الأطر الإيجابي على الاقتصاد الوطني وكذا على المواطن البسيط لما لها من علاقة وثقة بانشغالته في حياته اليومية في الحقيقة الشيء اللي كان إيجابي هو الإجماع اللي رأى موجود حول دفع الاقتصاد الوطني وأيضا التشجيع للاقتصاد الوطني والمؤسسة الجزائرية وهذا أنا أيضا ما هو ممكن يتم بدون أن العمال والنقبات من جهة وأرباب العمل والمسيرين عموميين وخواص لازم يكون عندهم رؤية مؤحدة ونظن اليوم بالنسبة للاقتصاد الوطني فيه رؤية مؤحدة قرارات جاءت لتعبيد الطريق والتأسيس لمرحلة جديدة لبناء اقتصاد قوي ومتنوع خارج إطار المحروقات ترجمة نانسي قنقر